باستثناء كاركوك وديالا تنتظر اللجان الداخلية في المحافظات حسم تشكيلها لما لها من أهمية بمتابعة عمل الحكومة المحلية الصراع السياسي على هذه الدوائر وتحذيرات حصارها بجهة واحدة نتابعها في هذا التقرير أكثر من أربعة أشهر على تشكيل مجالس المحافظات في العراق باستثناء ديالا وكاركوك هذه المجالس أغلبها لم تتمكن من حسم تشكيل لجانها الداخلية حتى الآن بسبب المنافسة السياسية وصراع رفع التوازنات في المحافظات يتحدث مراقبون المحافظات مشكلتها أن الاقتصادية تنعكس على مشكلة سياسية على الخلافات الموجودة في مجلس المحافظات فمن ذلك بعض المحافظات إلى حد الآن لم تكمل مجالسها لجانها مثل المحافظات لها جداً يؤثر تقديم الخدمات لأنه اللجان هي المتخصصة هي اللي بالحقيقة تطعي الموافقة والضوء الأخضر لتنفيذ تلك الخدمة أو ذلك المشروع دور اللجان الداخلية لمجالس المحافظات في متابعة تنفيذ خطة العمل للحكومات المحلية كبير جداً في الدفع نحو تقديم الخدمات بمختلف المجالات وخلاف وجود هذه اللجان تصبح مباشرة صلاحية التنفيذ والمراقبة والإنجاز لجهة واحدة وهذا ما كان يرفض سابقاً قبل تشكيل مجالس المحافظات حاصصات هم الحد الآن ممت تفقين هذا جد يأخذ وهذا جد يأخذ وبسببها هي هذا متأخرة اللجان إلهفت دور في تقليص الفساد في تقليص موضوع الفساد في إكماش وعدم هدر المال العام اليوم نأيد ونركز على موضوع اللجان في مراقبة هدر المال العام والخدمات وطريقة تقديم الخدمات للمواطن وفي الوقت الذي ينتظر به المواطن من الحكومات المحلية الجديدة توفير الخدمات له وإصلاح مشاكل القطاعات التي يعاني منها لم تغادر الأحزاب السياسية دائرة الصراع حتى على لجان مجالس المحافظات أحمد ليث بغداد قناة الرابعة